مش دايما عبينا نقوم بالمطبخ ثلاث ساعات ومش دايما عبينا نطبخ كتير اشياء مفز لكي بتاخد وقت اليوم تلعبالي بكل بساطة سفاجتتي مع سيفود طبخة كتير سريعة بتاخد اقل من الصيعة يلا بالمطبخ تاخدوها متل ما هي تعملوها وبتحط الدحكة على الوجه مكوناتنا لليوم اكيد سيفود نحنا جبناها من عند كيركو ديوري على البيت اللي هو فروزن باج نصف كيلو فيه كل المكونات لسيفود كتير منيحة مع البستا بتلقوا سفاجتتي اللي بتكونيها اكيد حامض زبدة جبنة البرموزان اللي هي اهم شي مع سفاجتتي بهار وملح طبخة بده ماكسيمم تنساعة ورح تحط الدحكة على الوجه اول ما اشري باستا اهم شغلي بتطلع كم ديئة بده بهيض الوضع ديئة لو هم تعملوها بس باستا مع سوس عجنب ديئة اقل يعني عشرة بوضعنا رح نعملها سبعة لانه في طبخة رح تكفل بالسوس زبدة زيت زيتون زيتين وهنا و السيفود بعض النجلزين ونزيدون ع الزبدة والزيت نحن نبرش الحامود رحة قشر الحامود ما بتتفسر بكلماته وبتزيد طعم على البستا اهم بكتير من بس عصر الحامود منزيد كهار السماء نعشف حامود موسيقى موسيقى ابدا تنحط مثل ما هي وهلق لوحدة بتنطبخ وبتنزل بقلب الطنجرة مهم نطلب بالزيت الطول تتلفها على الشوكة ممنوع تحط زيت زيتون او زيت حيالة مع الباستا هيو عم تنسلها زيت بيغطي على الباستا سع بتحطه السوس معه ما بقى تشربها السوس زيت بنحط بالاخر مع السوس هاي العلمية كتير صغيرة وكتير كتير مهمة ما ننسى عبعد شوية شوية ماي كرميل يكون عنا ماي مع ناشا نحطها مع السوس انات اقل من خمسة داية بعدهم نستقوا كفية منشيلهم تيستوه مع السوس منزيد علي المايت الباستا منشيل السوس منحطها بشي اكبر تنشرة او مقلية اكبر شفتوا قديش الباستا قدي بعدها قاسية هلا رح نتبخها بمية السمك ونضدها حامود حامود زيت زيتون معطر بالحامود صار وقت الجبنة هيدا الطبقة خلصت في عدد طرق دا تسخبوا فيها السباجاتي منحنا مننصح تاخدوا شوكة اللحمة بتلفوه على معاقة السوب شفتوا كيف استوت مظبوط طرية مظبوط بطالكم تلفو شوي 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 تيصيرو حط بعضهم بالاخر منفوت على نص الصحن منطلنا نلف ومنفلكم بالنص هاي بورسيون حلوة نزيل عليها شوي قزحتها على بعضهم مظبوط لمعتها حلوة وقفتها حلوة كثير واحدة حد الثانية شربان الزيت غنية كثير سيفود كثير قفيف لم يغطى بقيت الزيتون زيت الزيتون سيمبل انكلير مميزينج جربوه عليكم بالبيت عشاء خفيف عمجاد وحاطة لحكا عروج